اشتركوا في القناة بعد إقامة حفلات موسيقية عامة والإعلان عن تشغيل دور عرض السينما تساعد العاصم السعودي الرياض لاستضافة أسبوع الموضة العربي وهو الحدث الذي ينظم في المملكة للمرة الأولى وفقا لما أعلنوا مجلس الموضة العربي على موقعه الإلكتروني ورغم الترجحات بأن التصميمات المعروضة في أسبوع الموضة رح يغلب علي الالتزام بقواعد ومعايير زي السعودي التقليدي ويعد تنظيم هذا الحدث إضافي إلى الصورة يلي يسعى ولي العهد السعودي إلى رسمة عن توجه الجديد في بلاده وانطلاق عهد ثقافي جديد نبقى بذات البلد وبعكس الانفتاح للعهد الجديد بالخبر الأول أعلنت وزارة الثقافي والإعلام السعودية عن إيقاف الكاتب السعودي محمد سحامي وإحالته للتحقيق إثر مطالبته بتقليص عدد المساجد وانتقاده لمكبرات الصوت يلي تزعج الأطفال والنائمين بعد إطلالته عبر برنامج النشرة التاسعة على قناة الأنبيسي لماذا البعض يرى في هذه الأعراف أو هذه السلطة كما أنت سميتها يعني يعتبر أنها من روح وصميم الدين الإسلامي علما أنها ليست كذلك هذا ما يفعله تيار الصحوة وما ظل يفعله ويكرسه في الناس حتى يخفي مثل هذه الفتاوى ويأتي بما يراه هو بأجندته هو أجندة التشدد الخوف والتخويف يعني تخيلي حينما هذا الصوت يزعج المصلين أو يزعج الأطفال الصغار حينما يخيفهم هذا أدام من جهة وهذا من جهة وبشكل مرعب يثير الفزع في هذا البلد في الناس الناس العاديين حملي كبير شنت من بعض المقابلة على مواقع تواصل اجتماعي ضده وحتى ضد القناة فتقرر توقيفه عن كتابة والإطلالات الإعلامية من جديد شائعات اعتناق النجمي لنسي لوهان الإسلام عادت إلى التداول خصوصا بعد ما اختارت أنه تظهر بالحجاب في أسبوع الموضة المحتشمي في لندن والطل مباشرة من حسابه عبر انستغرام خلال العرض يلي شارك فيه أكتر من أربعين مصمم وبتبين فيه عريضات الأزياء بالحجاب والعباية والفساتين الطويلة وكانت تحدثت لوهان سابقا عن تقاربة مع الإسلام مشيرة في أكثر من المناسبة أنه دراستها الإسلام وقراءتها القرآن ما كان اعتناق لها الدين كان فقط رغبة منها بالتعرف إلى الثقافات ولكن هيدا التبرين ما كان مقنع عند كتير من المعجبين والصحافة العالمية خصوصا أنها حدفت الكثير من صورة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وأبقت في حسابها على عبارة السلام عليكم يلي كانت سبب رئيسي في انتشار شائعة اعتناق الإسلام لهون مشاهدين أبقى نصة فقر يتفن الخبر لنهية نشوفكم باي باي اشتركوا في القناة